نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوغراف يصلط الضوء على جهود الدولة لماد مضلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية في مصر وأكد البنك الدولي أن برنامج الأصلاح الاقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برنامج الحماية الاجتماعية ليشمل شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغزائية على البطاقات التموينية وأكدت الأمم المتحدة أن القيادة السياسية أطلقت مبادرة حياة كريمة لتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة